في الفيديو ده هنجاوب على السؤال اللي بيقول هل الستات بتعرف تسوق؟ ويهل الفرق بين سواءة الراجل وسواءة الست؟ الراجل اللي قدامنا ده لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه لما جاي يطلع بعربيته لقاها محشورة بين عربيتين في الغالب في اختبارات السواءة بيبقى فيه اختبار ان انت ازاي تركن العربية لكن مفيش اختبار ازاي تطلع العربية من موقف زي ده الراجل يتعامل بمنتهى الهدوء لا تعصب ولا تنرفز ولا كسر العربيات اللي حشرته بالشكل ده ولكن بمنتهى المهنية وبمنتهى الاحترافية حاول انه يطلع بعربيته بدون ما يسبب اي خسائر لا العربيته ولا العربيت الناس اللي حواليه طبعا الموضوع متعب ومش سهل ولكن هو قدر انه يطلع بعربيته بدون اي خسائر الحقيقة الموضوع محتاج صبر ومحتاج هدوء ومحتاج ان انت تكون بتعرف تسوق دعالوا دلوقتي بقى نشوف الستات بتعمل ايه في مواقف ابسط من كده الواقع اللي احنا جاي فينها دي واقعة حصلت في مصر في مكان الحقيقة غير معلوم ولكن واحدة ست ركنة في جراش تحت عمرتها والشارع قدامها كبير وواسع وتقدر تخرج بمنتهى البساطة موقف لا يقارن خالص بالموقف اللي كان فيه الراجل اللي محشور بينه عربيتين تعالوا نشوف بقى الست دي اتعاملت ازاي في الموقف ده وهتورينا بالزبط ايه الفرق بين قيادة الراجل وقيادة الست طبعا ما شاء الله عليها واضح ان هي بدائيات السواقة مش موجودة عندها خرشمة العربية اللي كانت ركنة والراجل يعيني اللي ركن عربيته في الشارع ده مالوش اي زنب راجل جدع لقى الست ليسه ومش عارفة تطلع بعربية من موقف سهل زي ده فالست ندهت عليه وقالت له تعالوا معلش طلع لي عربيتي عشان انا مش عارفة طلحها وهنا بيتجلى الفرق ما بين الراجل والست في السواقة الست بتطمن على الخسار اللي سببتها للعربية والراجل طلع بالعربية بمنتهى البساطة لان الموضوع فعلا بسيط جدا الحادث بقى ده حادث غريب منه العربية ام جي برضه في شبرة العربية مشت في شارع دايق شوية فالست ما عملتش حساب اي حاجة وطلعت بالعربية على العربية اللي واقفة وبعدين ولاد الحلال من الشابات بتوع المنطقة تطوعوا وشالوا العربية وخرجوها من الموقف اللي هي تحطت فيه ده في نهاية الفيديو انت ايه رأيك؟ هل الستات بتعرف تسوق؟ اشتركوا في القناة